مرحبا أنا أبو لبديم أعمل في مسافر ويوجد أعمل الثاني سأعمل اليوم سأكامل بموضوع الحكاة في فارس بسعدة اللي هو الانجولر بس سأحكي أكثر عن الانجولر روتنج سأحكي لكم بشكل عام لا مش بشكل عام كيف بلشت الانجولر روتنج وكيف خلصت لحد الالفين وخمستاش ففي عندنا أول إشي الكل فهم إيشي عن الروتنج أو تحب تعرف ناوي فالروتنج خلينا نضرب بأكسامل صغير على فرض أنت تايف بالدور على بيتونيا وانت على دور المنارة مش عارف كيف توصلها فبتسأل أي حدا بالشارع بتحكي له أين بيتونيا فهو يدلك على الطريق أنه يذهب يمين شمال لحد 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 لا تعرف بالضبط أين بيتونيا فهو هذا الزلم الذي يدلك على الطريق أو البنت سيكون هو الروتنج بالضبط بالضبط أنه سيكون الروتنج في أنجولر أو في الويبكلايات بشكل عام أنت تطلب البراوزر على فرض تحتية مثل فردات أمي سلاش عمان هوتلز فهو بروح بشوف وين عمان هوتلز بالضبط رح تكون فهي هذه بضبط الروتنج سيستم رح يكون بصير ف رح أحكي عن ثلاث أشياء أو بالأحرى عن شغلتين وشوي منها نيو روت 3 جديد كثير فرح أحكي عن نجي روت وعن نجي روت وعن نجي روت فرح أحكي عن الفيتشورز لكل واحدة فيهم وكيف فايدة كل واحدة فيهم والمشاكل اللي بتتنتين فأول إشي في كهرباء هون هل تكهربوني يا رشا؟ في كهرباء أوكي هل تكهربوني؟ ها لا هل تكهربوني؟ لا هل تكهربوني؟ ها ها حسنا فأول إش رح أحكي عن نجي روت بس شوية أن رح أحكي عن نجي روت نجي روت هي أول مرحلة روتنج سيستم في انجولر بلشت إنها كانت بلت إن في انجولر مع البكج مرة واحدة فلما كبرت انجولر قرروا إنهم بدهم يفصلوها ففي برجن 1.2 صار عنا بتنازلي الانجولر جي أس بعدين بتعمل انستول كمان للانجولر روتنج اللي هي الانجي روت لحال عشان يعني يقدروا يطوروا فيها الفيتشار اللي بدهم إياها ويكونوا فليكسي بالموضوع ويصبح أكثر فقط أحكي لكم شوية التكنيقة عن انجولر روتنج إنها كيف تعطيك البيسيك للروتنج يعني للسيمبل أبس أول إشي هذه لدينا انجولر أول إشياء عندك الابديكيشن تبعك اسمه بتعمل إنجيكت لانجي روت فيه هون تجري بتعرف الراوتنج على فرد عندك URL بتحطيه في البراوزر اللي هو slash home بيكون تابع للتمبلت URL اللي هو بوديك على الابدي فيو اللي هو views slash home dot html وفي مثلا عندك الـ users برضو بتحطي براوزر slash users توصل ل views user dot html otherwise بتروح على هاي هاي بتوديك على template URL different file هاي بس إذا بدك بتحط إنه div و بتحط html code فيها أوكي في templating مثلا عندك الاندكس html file بتقدر تعمل إنجيكت ل views إنك تعطي الـ director اللي حكي عنها البساعدة اللي هي ngview بتقدر تعملها هاي كذلك زي tag أو تقدر تحطها بس جوة الاتريبيوت إنه تعمل و تحط فيها الاتريبيوت اللي هي ngview كيف ممكن توصل للرoute ممكن توصل كمان عن طريق الـ تحط له تحكي له طبعا new inject location موديول تحكي له روح لي على path بس في عنا هنا في ng-route إنه بس تستطيع 1 ngview في الابليكيشن كله إنه ما تقدر تحط multiple ngview في الاندكس الرouting life cycle كيف ستبلش إنت في البروزر بتحط url request بروح بعمل trigger change start angular إذا موجود هذا الرoute خلاص بروح إذا success فهو بروح بشوف هذا الرoute مربوط مع أي view بعمل trigger ngviews بعدين بعمل لود للcontent وإذا في انترابط مع أي controller أو أي functionality معينة بروح بشوف بعمل لودن لهاي functionality هون شوي عن كيف تتعمل الرouting ومربوطين كيف مع controller وكيف ممكن تباس البرامتر عليهم هنا example users ممكن تضع user slash أي id مثلا 5 3 4 رابطه مع url views slash user controller من خلال هذا الرoute والvariables التي مررتهم للرoute تستطيع أن تصل إلى راوت البرامتر لديه لا يختلف عن هذا لكن يمكنك مستخدم البرامتر على كل راوت هنا مستخدم المررت لديه وكيف ونفس البرامتر تستطيع البرامتر وكيف تستطيع تمرر غير البرامتر وكيف تستطيع تحتاجها من البرامتر وطالبها من ABI معين هي ليس سيئة لكن هناك بعض مشاكل خصوصا للمشاكل لم تغطط المياه الانجي راوت إلا أنها تدعم OneView يعني لا تستطيع إضافة أكثر في نفس البرامتر بعدين تخرب لك كودك وهي مشكلة لدينا أن تستخدم في OneHTML كثير مثل ng-show ng-hide كمان تصبح لديك في البرامتر و تدخل لديك 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 فكانت هذه سيئة في ng-route فإذا تعمل فإذا تعمل فإذا قرر أن Angular قرر أن يعمل UI راوتر وهي راوتر الجديد في Angular لا تعطي مثلا مثلا و تعطي URL slash users slash id فإذا تعطي name مسميها state في Angular فبطل لديك application مربوطة معين فإذا تغير أي شيء في راوت إذا تذهب إلى slash to my item بس تعطي state و نرى مثلا UI راوت حالة لنا مشكلة أن تبطل تستخدم NG method الذي لا يدعي داعي والذي سبب لك confusing في أي صفحة تستعملها أيضا فيها شيء منيح ورائع نفس الصفحة وكثير سهل استعمالها الآن أيضا تريح عليك كيف تتعرف الroutes و الusual states وكلها تكون في الconfig ونرى كيف مثلا مثلا هناك الapplication لدينا الindex اللي فيها المنتمبلت للapplication الapp.js سيكون فيها angular code سيكون الhome والabout pages سنضع و الhome list وفيه الabout سنضع ذات لكي نرى مثلا سأبدأ أبسط مثال الذي هو كيف تعطي الstate وهو سيذهب لك الصفحة التي تبدأ مثلا هنا في الhome page الindex في navigation والabout تعطيها الdirective اللي هو uisref في الانجي راوت كنا نستعمل بس تعطيه راوت وبتعطيه full part هون تعطيه uisref فهو يكون مسؤول انه يعمل generate للhref في هذا tag فهو بروح بعدين بشوف مثلا الhom about اوك اوك بس هنا كمان قبل هنا لدينا ui view انه تقدر تضع view اللي بتكيها هون الstate هاي ها بس state تعطيها url وتقدر تغير فيها بس الstate خاص معروفة الhome page هون عندك about page فهي زي ما احكينا كمان احب اكتر عليها انه uisref directive هي اللي تعمل لك generate للhttps طبع هاي الصفحة في كمان هاي الhome page انه مثلا راح على template url الcontent او view فهون اعملنا create الpartial home page .html وضعنا فيها symbol html code بس هون بس هون اعطيكم مثال على كيف ممكن يكون عندك nested view في نفس الصفحة وكيف تستعملها في angular ui route angular في عنا اول ها اضيف هون two template two buttons لدينا list وفي paragraph الليست بعطيها uisref .list هسا ننشوف ليش .list ونفس الاشي هون .paragraph يعني يعني ستكون .list تعطينا شيء و .paragraph نفس الصفحة أو نفس الرابط كمان هاي هاي الهوم اللي هي state المين يعني الparent بعدين في عندك الهوم .list هاي هي هي نفس الhome .paragraph بس تكبس على list فاعطيك اللي هو اللي عرفناها في controller تكبس على paragraph .paragraph انه .طريق حيث .رسيء فرح ضيء بسيء أنه لدينا الـ About page وضعنا فيه هون multiple view يعني بطريقة نضع view وكما أيوك نفس الصفحة ليس مثل الانجيراغ فكان لدينا column 1 و column 2 وفي الـ App.js هون طبقت تحكي له الـ Views ستكون هذه الأساسية الأصل اللي هي الأم اللي هي الـ About وهين تقدر تعطي column 1 الـ About و column 2 وتعطيها الـ URL وكمان الـ URL والـ Controllers اللي انت بتكيها محر كيف تعملهم وهنا عرفت يعني عرفت شوية الـ Controller اللي أنا ربطته مع الـ column 2 فكانت هذه الصفحة التي هي الـ About page كان عندي فيها 2 Views هذه أول View اللي هي column 1 وهذه كمان column الثاني بس هده بس كمان عندي ناطا صغيرة عن أنه Angular نزلت Angular 2 اللي بدي حكي عنها وفيها نزلوا معهم New Router New Router والـ Angular 2 استعملوا فيها JavaScript E6 ES6 لأن لا يخرجوا مرة واحدة من Angular 1 إلى Angular 2 ونزلوا معهم ونزلوا في Angular 1 ونزلوا في Angular 1.4 فهو سيحدث عنها محمد الخطب أكثر شكرا أي أسئلة؟ لا لا يسألوا الشخص سأجدهم سأجدهم يكتبوا كل بأكثر سأسألهم ها عملها أكثر من Angular 2 نزلوا 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 أسئلة ما هي الفرق بين ونجي 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 ولكن ونجي 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 تستعملها في Angular NG Rout أو Angular NG UI Rout فأنت تعمل تضع تيمبليت صغيرة داخل الابليكيشن عرفت لا الانجي بيو عشان تعطي المين بيج عندك للويبسائت للابليكيشن هذه تيمبليت في الويبسائت Home.list أه لأنه هنا لأن أنا بدي أخلي بس عندي الURL في البراوزر slash home وبدي أكمل علي بحط slash list slash paragraph بس بدي أخلي slash home يعني ما بدي أعمل ما بروح بعرفك نيورا و بحكي له slash home slash list إنه انهيرانت من الhome اللي هي زي هيك في الابدد.js زي هيك خلص بفهم إنه home.list فهو بحط تلقائيا في الوري بحط slash home slash list في الابليكيشن في الابليكيشن كمان هل أنت هل أنت تقوم بحطة عدية الوائد و لكن لا لا لكن أنت تقوم بحطة نيم للبراوزر الذي تتمرره على الروت لماذا تضع regular expression في ال... أنت تقدر تضعها في ال controller هناك تحكي له أنه أنت تريد مثلا أنه هيك بس يكون إذا لمش هيك تطلع أو مهلا أنه يحكي له أنه هيك سبحانش موجودة أو ما أفعله تمام أه 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 كيف عن طريق أجت؟ قصدك أنه كيف تجيبها من back-end أو من database نفس الإشي ما هي Angular يعني خلص أنت بس تروح على HTTP resource وتجيب الداتا اللي بدك إياها الداتا اللي بدك إياها يعني هي بالضبط أه هون هون تستدعي أو السيربس اللي أنت تعملها عشان تجيب الداتا من back-end وبتحطها يعني بتصير عندك هون على scope فتقدر تتحكم فيها كيفما بدك في هذا контрولر فمن ال контрولر بتوصل لل view أه هذا بالضبط فأنت تجيب هون من تجيب 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 من التجيب واه إنه تpp بشغلة البراؤزر البراؤزر النام نائيه في الكونفجراشن تحت الكارما اسمه فانتوم جيس بقدر طبعا استغيره احطه